في نظام الماك بإمكانك حفظ معلوماتك إلي موجودة على هارد ديسك خارجي أو فلاش ميموري بكلمة سر بدون أي برامج خارجية في البداية نفتح الديسكو تريتي ونعمل فورمات للهارد ديسك الخارجي فالآن مجرد أن نفتح الديسكو تريتي نختار الهارد ديسك الخارجي من الجهة اليسرى ونضغط على Erase الآن نختار له اسم ونتأكد أنه مختارين GUID Partition Map الآن عند الفورمات نختار الخيار الرابع اللي هو Case Sensitive Journal Encrypted فبمجرد اختيارنا له راح يطلب أننا ندخل كلمة السر ونرجع ندخلها مرة ثانية وبإمكاننا إضافة تلميحة في حال أننا نسينا كلمة السر الآن نختار Choose وبعدين نختار Erase وراح يمسح كل محتويات الهارد ديسك الخارجي فتأكد أنك ندلت كل معلوماتك قبل تسوي عملية الفورمات بعد انتهاء من عملية الفورمات راح يعطينا علامة الصحة الخضرة لو أعطاك أي رسالة خطأ لازم تعيد العملية مرة ثانية الآن نقفل للDisc Utility وراي تكريك على الهارد ديسك الخارجي ونختار Eject فالآن نفصل الهارد ديسك الخارجي ونرجع نشبكنا مرة ثانية راح يطلب مننا كلمة السر ولا راح نقدر نتصفح محتويات الهارد ديسك الخارجي إلا لأن ندخل كلمة السر الصحيحة مع ملاحظة أنه لو كنت مخطط أنك تستخدم هذا الهارد ديسك الخارجي مع كمبيوترات الويندوز ما راح يشتغل معك إلا ببرامج إضافية لكن مع كمبيوترات الماك الأخرى راح يشتغل بدون أي مشاكل بمجرد إدخالك للرقم السري الصحيح أتمنى التلميحة أعجبتكم يلا تشاركون الفيديو وتشتركون بالقناة يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم